موسيقى الثانية صباحا الثانية عشرة بتوقيت جرينيتش موجز اخباري اتيكم من القاهرة اهلا بكم اصدرت مصر واسبكستان بيانا مشتركا يتضمن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الرئيس السيسي ونظيره الاسبكي في قصر الاتحادية واكد البيان ان زيارة رئيس اسبكستان لمصر تعكس الاهمية التي يوليها البلدان لتعزيز العلاقات بينهما اذا اضاف البيان المشتركة ان جلسة المباحثات الثنائية جرت في اجواء من الثقة والتفاهم وشهدت تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث اكد الرئيسان توافر الرغبة المشتركة لتطوير التعاون على كافة المستويات كما اكد على ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الارهاب اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان المباحثات مع رئيس اوزبكستان تناولت استمرار التعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية وموجها الشكر والتقدير لأوزبكستان لدعمها مصر في الحصول على صفة المراقب في منظمة شانجهاي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اوزبكستان اشر الرئيس السيسي الى انه تم الاتفاق على اهمية ايجاد حل شامل للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين كما اكد اهمية ايجاد حل سياسي للازمة الروسية الاوكرانية فضلا عن التوافق على اهمية ايجاد حل لقضية سد النهضة شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس اوزبكستان بقصر الاتحادية مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين وضمت المراسم توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة الاستثماري والمناطق الحرة بمصر ووكالة الترويج الاستثماري بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة باوزبكستان فضلا عن مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات تبادل الخبرات ووقاية النباتات والحجر الزراعي والصحة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على اهم نتائج القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي والتي اختتمت اعمالها مطلع الاسبوع الجاري بادس ابابا حيث شهدت نتائج القمة اتساقا مع المواقف المصرية بشكل عام خاصة فيما يتعلق بمقررات مجلس السلم والامن الافريقي وبحالة السلم والامن في افريقيا وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية في الاقاليم الجغرافية الخمسة للقارة فضلا عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الافريقية والمعنية باصلاح وتوسيع مجلس الامن والذي اكد اهمية الحفاظ على الموقف الافريقي الموحد في هذا الاطار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا حول اعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة وذلك في ضوء الازمات العالمية المتلاحقة مع دراسة الاطور التشريعية والمؤسسية والاليات ذات الصلاة لتنفيذ الاستراتيجية وكذلك الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج القومية القائمة ذات الصلة برفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة وخلال ترأسه الاجتماع بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وعدد من المسؤولين اكد مدبولي انه سيكون هناك فريق عمل مسؤول عن متابعة هذا الملف المهم بما يسهم في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب والطاقات الوطنية غير المستغلة قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع تعليق العمل بمعاهدة نيوستارت للحد من الاسلحة النووية مع الولايات المتحدة لمجلس الدوم الروسي واعلن رئيس مجلس الدوم الروسي فايتشيسلاف فولودين ان المجلس سينظر المشروع يوم الاربعاء كان بوتين قد اعلن خلال خطابه امام الجمعية الفيدرالية تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الاسلحة الهجومية لاستراتيجية ستارت والخاصة بخفض الاسلحة النووية مع الولايات المتحدة اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن ان واشنطن ستعلن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الاسبوع وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي في وارسو اكد بايدن ان الرئيس الروسي حاول تجويع العالم من خلال منع كييف من تصدير الحبوب كما شدد على مواصلة تقديم الاسلحة الى اوكرانيا لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيوار كود اظهر على الشاشة اينما كنتم دمتم بخير